سمو ولي العهد يرسو اجتماع مجلس الشؤون السياسية والامنية المملكة تدين بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف قافلة امنية غرب العاصمة الافغانية ردد فعل دولي واسع تستنكر الهجوم الارهابي الذي تعرضت له نقلة نفط سعودية في البحر الاحب التاسعة والنصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في نشرتنا لهذه الليلة يرافقنا في لغة الإشارة الزميل محمد الدوسري رأس صاحب السمو الملكة من محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليو العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اجتماع مجلس الشؤون السياسية والامنية واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وامني حول عدد من الموضوعات إضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف قافلة أمنية غرب العصمة الأفغانية كابل وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف تواصلت اليوم ردود الفعل المستنكرة للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان نفط التابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر من قبل الميليشيات الانقلابية في اليمن بعد عبورهما مضيق باب المندئ حيث دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي كاد أن يتسبب في كارثة بيئية في هذا الممر الملاحي العالمي المهم واعتبرت الاعتداء الجبان يثير مجددا الدور السلبية والخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه الميليشيات الانقلابية مشددة في الوقت ذاتي على وقوف الإمارات التام إلى جانب المملكة ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها كما دانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتان نفط وقالت إن هذا الاعتداء الجبان يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعرف الدولية وتهديدا خطيرا للملاحة الدولية ويحمل ضررا بالغا على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في منضيق باب المندب والبحر الأحمر كما دانت وزارة الخارجية المصرية الهجومة مؤكدة أنه يمثل خرقا صارخا لجميع القوانين والأعرف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية فضلا عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية كما دانت الحكومة اليمنية الهجوم ودعا بيان الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لمساندة جهودها العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من إيران ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عافيفي أن الأمر يتطلب موقفا موحدا من المجتمع الدولي لشجب وردع هذا السلوك الخطر كما عرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزيان عن إدانته الشديدة للاعتداء ووصفه بالعمل الإرهابي الجبان الذي يعكس التهديد الكبير الذي تمثله جماعة الحوثي على حرية الملاحة وتجارة الدولية في البحر الأحمر عقدت الجمعية الدولية للأمن الصناعي الملتقى السادس تحت عنوان تاريخ الإرهاب في المملكة ودور الأمن الصناعي في مواجهته وبحضور ممثل عدد من الجهات الحكومية والأهلية وعلى رأسها رئاسة أمن الدولة أولت المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر اهتماما بالغا على مختلف المستويات في التصدي لظاهرة الإرهاب وقامت بخطوات جادة وناجحة في مكافحة هذه الظاهرة محليا وإقليميا ودوليا الجمعية الدولية للأمن الصناعي فرعب ظهران كانت سعيدة جدا بسضافة هامة من هامات الأمن في وطننا الحبيب سعد تلوة مهندس بسام عطية تحدث عن مواضيع كثيرة تهم الأمن الوطني ومحاربة الإرهاب خصوصا من ناحية الأمن الصناعي وأهميته كرافد من روافد الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية تاريخ الإرهاب في المملكة ودور الأمن الصناعي في مواجهة مخاطره هذا ما تم مناقشته بحضور عدد من المهتمين في هذا الجانب طبعا رفع المعرفة عند المختصين في مجال الأمن الصناعي أكيد أنه يساهم في دعم القطاع العسكري في التصدي للفئة الضالة والمحاولات الإرهابية الإرهاب لا يفرق بين الحق والباطل ولا يراعي الذمم ولا يقدر الحرومات فكلنا في موقف التصدي له وأمن لهذا الوطن للقناة السعودية هدى الغامدي الخبر وصل إلى اليابان وفد من المملكة العربية السعودية ضم عددا من المختصين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وممثلا من الصندوق السعودي للتنمية لتقديم الدعم لليابان نتيجة الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها المنطقة وتأتي هذه الزيارة إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لتؤكد على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين من جانب آخر وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض ثلاثة برامج تنفيذية لعلاج 500 جريح ومصاب يمني في شراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظتي عدن وتعز وسيجرى من خلال هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرح والمصابين اليمنيين واستمرار البرامج الطبية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة لتقديم الخدمات الصحية للأشقاء اليمنيين داخل وخارج اليمن أما على الصعيد الميداني اليمنية فاد الجيش الوطني بمقتل ما يقرب من 25 متمردا من ميليشيا الحوثي وجرح العشرات في معارك في محافظة البيضاء وسيطر الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف على منطقة أبواب الحديد شمال صعداوة بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية للاسبوع الثاني على التوالي تستمر العملية العسكرية في معقل المتمردين الحوثيين مواجهات شرسة مع تقدم تحققه قوات الجيش الياباني حيث أصبح مركز مديرية باق بمحافظة صعدا على بعد عدة كيلومترات من خطوات قوات الجيش بالتوازي مع هذا التقدم لا يزال الجيش اليمنى يخوض مواجهات شرسة مع ميليشي الانقلاب في جبهة الصلو جنوب محافظة تعز واستتقدم ملحوظ بسيطرته على مواقع عدة الجبهات الأكثر اشتعالا جبهات جنوب تعز هناك معارك ضارية يخوضها الجيش الوطني في أطراف الصلو باتقاه دمنة خدير تم خلالها تحرير أجزاء واسعة وتطهير وتأمين نقيل الصلو بالكامل وأجزاء من ضمنة خدير في سائلات وقسر ووادي موقعة أما هنا في الجبهة الساحلية بمحافظة الحديدة تدفع القوات الشرعية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة التحيطة تعزيزات جاءت في وقت تواصل فيه الوحادات العسكرية تمشيط عدة مناطق ومزارع تقع على جنوب منطقة التحيطة وصولا إلى غرب مدينة الزبيد يجري الآن تأمين الشريط الساحلي تماما بعد تقدم القوات إلى مدينة الحديدة ومشارف مدينة الحديدة وإلى المطار الحديدة الدولين وسيطرتها على أجزاء واسعة في محيط مدينة الحديدة وتتقه القوات أيضا إلى معركة حاسمة بالسيطرة على ميناء الحديدة وما أن تحقق قوات الجيش اليمني انتصارا بتحرير مناطق ومواقع جديدة تسعى الميليشيا في محاولة لاستعادتها كما حدث في مديرية ذي ناع بمحافظة البيضاء لكنها تلاشت تمام صمود الجيش الذي شن هجمات مضادة من مختلف الاتجاهات أحمد البوكاري تليفزيون المملكة العربية السعودية تعز حولت المملكة ممثلة في صندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية التي بلغت ثمانين مليون دولار أمريكي وأوضح السفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ سامة نقلي أن المملكة ستستمر دوما في دعم القضية الفلسطينية على الأصعيدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة إلى ذلك تتواصل الانتهاكات المستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين حيث هددت قوات الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة على المدنيين في قطاع غزة ما بين حالة التصعيد والهدوء الحذر هكذا هي الأجواء في قطاع غزة ثلاثة شهداء جراء قصف إسرائيلي على مواقع متفرقة في القطاع فيما تمضي القوات الإسرائيلية على حدود غزة بممارسة انتهاكاتها تجاه المدنيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروع من خلال مسيرات العودة التصعيد الإسرائيلي على الأرض قوبل بالعديد من الاتصالات الدولية والعربية لوقفه على الفور فزيارة مبعوث عمليات السلام نيكولاي ميلادينوف المكوكية إلى غزة عقب التصعيد الأخير جاءت لبحث وتثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ميدانياً والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في المدى القريب نحن ندرك الأهداف والمرامل التي يسعى لها هذا الاحتلال من خلال عملية التصعيد لقطع الطريق على مسيرات العودة ولهذا ندعو كل الأطراف الدولية لسرعة التدخل لوضع حد لهذا العدوان والعمل على رفع العقوبات وبما فيها الحصار الظالم عن قطاع غزة بما يمكنه من أن يعيش بحالي من الاستكرار يتجاوز الأزمة الحالية فيما الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة تسير بتدهور مستمر خاصة في ظل إغلاق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد وفرض تضييقات على سكان غزة بالإضافة إلى أن القطاع الصحي دخل مرحلة كارثية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ما بين تصعيد وهدوء حذر يبقى قطاع غزة على صفيح ساخن خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة على القطاع أحمد حاضر تلفزيون المملكة العربية السعودية قطاع غزة أما في الشان السوري ارتفعت حصيلة قتل التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة السويدة إلى حوالي 250 قتيلا غالبيتهم من المدنيين أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوة النظام تواصل قصف قرية الزكاة في ريف حما وكثفت الطائرات الحربية ضرباتها على بلدات وقرى حوض اليرموك تزامنا مع اشتباكات في ريف درعا أحوال الطقس الآن مع عقل العقيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومشاهدين الكرام في النشرة الجوية من المتوقع عبد الله تعالى أن تتأثر منطقة الرياض بأتربة مثارة وغبار وانخفاط في مستوى الرؤية ورفقية خلال الساعات القليل القادمة هذا وأصدر الإنذار ومبكر بالهيئة العامة لأرصاد الحمد التلبية تحذيرا على بعض أجزاء منطقة الرياض بما فيها العاصمة بتأثرها بهذا الغبار المثار والعوالق الترابية التي تؤدي إلى انعدام وشبه انعدام في مستوى الرؤية ورفقية خاصة على المناطق الشمالية وخارج المدينة وفي الطرقات السريعة غدا بإذن الله تعالى في مكة المكرمة من أن نتوقع أن تكون درجات الحرارة 43 درجة مئوية والصغرى 30 المدينة المنورة 42 متوقع والصغرى 30 درجة مئوية في العاصمة الرياض أتربى مثارة عوالق ترابية وانخفاض في مستوى الرؤية ورفقية هذه الليلة حتى ساعات الصباح الباكر لذلك نلفت الانتباه 43 كعظمى غدا و28 كصغرى في الساحل الشرقي في الدمام نتوقع أجواء حار رائلة شديدة الحرارة خاصة على الأحساء وفي حفر باطن 45 و31 درجة مئوية رائدة 43 و30 وفي حائل 39 و26 سكاكة 48 وفي حرارة 42 و26 تبوكة 47 درجة مئوية في محافظة جدة 40 و30 درجة مئوية أما في الباحة وفي أبهى وكذلك الحال على مرتفع الجزان الشرقية نتوقع بدل الله تعالى تواجد تشكيلات من السحب ركامية الرعدية واستمراره طول أمطار قد تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض أجزاء هذه المرتفعات ولا يستمر أن تتأثر السواحل وقد تسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة الأتربة والغبار مع 38 في جزان كذلك الحال في رجران وأجواء تبني للبرودة فجرا على المرتفعات الجنوبية الغربية هذا كل ما في النشرة جوية شكرا لكم في أمن الله ورعايته وصلنا إلى نهاية النشرة شكرا لطيب المتابعة